السلام عليكم خابتين ان شاء الله تكونوا ملاحق من ما بدأوا في الموضوع اشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد جام كومنتر ليعجبوا الفيديو اليوم نوريكم واحد الخرجة ميدانية تعوالي من الولات هو والي سعيدة راح نمستشفى تلاقى بواحد المشكل من المشاكل اللي كامل جزائريين نعرفها تخص السكانر نشوفوا كيفاش والي شخصي انو حبوا يكذبوا عليه واش اكتشف وبعد نعطيك من التحليل الشخصيين تاعي كيفاش تصرف الوالي ولو كان جيت انا في بلاستو لانو كان بعض الناس نشوفهم في التعليقات يقول انت واش تعرف وهذا والي ولا هذا وزير دو كنقولك لو كان جيت انا والي في بلاستو كيفاش نتصرف واحد دك راح تقناع وكيفاش هاد المظاهر يلزم السلطات الجزائرية تقوم بالمعالجة انتحى قادرة تدير بعض القرارات في مدة ثلثة شهر ولا لا كامل هاد المشاكل تاع التسيير يعني يترقله خليكم تشوفوا تصرف تاع الوالي وتشوفوا ركزوا بزاف على هاد المسؤول يعني المدير وهذا كلام فارمي ولا طبيب ولا شوفوا كيفاش يعني محاولة تاع الكذب والارتباك انتحهم يعني باينة ظاهرة وبعد نجوا نكملوا تحليل تاعنا ويمشي هي التي كانت أحد الموضوعي ما ... اليوم ؟ اليوم هذه اليومlich ؟ اليوم يعني ذلك كان يعمل على قدم الفميس سات 데كفف يعملون لا يعملين 5 مدة الوضع مقبل فنسينة أو قشة هنفر لانها رباح كتروهن فاني والرباع الممجين نجنه بقصة لحبس شهادة بالحبس ينشى بندير ينشوهن ذات الله لا تلوش نوان عد جيت تنجو حبس مبارد والديزمت قالوا لي يتهمون يحبس تلوش وحب نديه حبس وديزميت حبس ديره وديزميت أخبس نظر دزميت تشميل ينشوهن المترجم شكرا للمشاهدة المترجم شكرا ليEuro المترجم شكرا تطبيق بالتوقوف كما ذكرون أنه لا تقوم بتاني يومك بأنه ماء علينا تقوم بتاني لبحث ماء الفيديو لا يتوقف فلا يسلوا يستمعها ہم تواجه ممن سبحان لا تتوقف لا تتوقف الوكتر أرى أنه مجددا في شعر مكبه لفم جامعي يجبني أجل جامعي شفتوا خابته يعني والي شخصيا يتنقل يقولوا له سكانر مكاش كي يدخل يدخل يخدم ويبدأ ويعطوه له واحد التبريرات والارتباك باين صحة هو بقي يسمع لهذه التبريرات وكذا وتحس بللي كأن النقناع مثلا ما كانش كينا بعض الإجراءات على المباشر مدام يديت صحافة وراي تشوفوا وراوي فيلمي ويلزم القرارات تكون على المباشر ما كان انا وش ندير مثلا ما كان انا وش ندير الحاجة الأولى بو نسمع له نطيله الحق ولكن ثم قدام الصحافة نقول لهم جيبوا لي هذا السكانر اللي قلتوا لي كان حابس ثم بعد قلتوا يمشي ثم بعد قلتوا لي لا لحبس غرب الخميس وتبدأوا تعطوني في القوالب هذو أنا يا في الإدارة ما نسمعش الهضراء يقول لك الإدارة تكتب ولا تتكلم قال روحوا وجيبوا لي لاليست تاع المرضى اللي فوتوا في هذا العام اللي فاتوا اللي حتى تلتسلين اللي فاتوا ولا من اللي شرينا هجيبوا لي لاليست شكون هم هذو الأشخاص ومن بعد نبعث للشرطة ولا يعني كاش أجهزة أمنية يديروا لي تحقيقات فشكون هم هذو الناس أنا نأكد لكم يلقوا بالك في العام من فوتين واحد ثلاثين ولا ربين واحد ولا خمسين واحد تلقوا كل واحد جايب خوه ويماه واخته ونسيبه وصحبته وكل واحد جايب معرفته وتلقى واحد الفئة ناس لي أعيان المنطقة واحد مرفعه واحد عندهم مدراه ما هذا ما كان من المستحيل باش تلقى واحد زوالي إلا لاربما لاربما إذا لقيتك شواحد كانت حالة عاجلة جدا كان راح يموت كاش أكسيدون لا حش مو يدخله في وسن الناس أما هذك اللي يجي يديرون ديفو وكذا دايما العنوان هو راهو حابس كي ما جلوالي جلوالي شخصيا لا ربما هو بريزون تروحه بطريقة واحدة أخرى ولا بروتوكول تاعه ولا منش عارف ولا عندهم هذك الغنية حفظوها أنه وراهو حابس قالوا وراهو حابس ولا محتقدوش باللي يقول لهم شغله وهو لا هذا ما كان ولكن هما الغنية اللي يغنوها هي راهو حابس وهذا الطريقة ما رايش غير في هذا المستشفى كل المستشفياتنا اللي نعرفهم سكانر واللي يارا مقدا يارا وحابس أنا شخصيا شخصيا في المنطقة اللي نسكن فيها شراو سكانر بما بالغ ماهولة وسكانر متطور جدا بقى واحد للخمس سنين ولا ست سنين والله ما مشى كي نقولوا ما مشاش ما مشاش عند العامة ولكن الداخل يعني عارف بلي مشى كي جاد الكوفيد حتى لقينا هذك الافتاح وسكانر والناس تفوت بالثلاثين بالربعين بالخمسين واحد بمجرد انه راح الكوفيد دوك عاود راو اونبان يقول لك راو اونبان ما نشعار في لا اونبان ولا لا وهذا الطريقة رايش في كل المستشفيات أنا مبعد بعد اللي نعاود ونرجع لهذا الحالة كندير تحل تحقيق انتاعي واللي اللي ننصيه على المباشر باش المدارقة على المستشفيات كاملة ونعطيهم الدعم باش يخدموه إذا جابوا لي لاليست حقيقة باللي كان مخسر اللهم بارك نعطيهم الدعم باش يخدموه إذا جابوا لي لاليست ودرنا تحقيق ولقينا فيها مواطنين بوساطة ما عندهم حتى علاقة جاءوا وداروا رونديفو حتىوا يكون على شهر ولا 15 يوم ولا ثلث شهر وداروا حتى انترفونسيون وكذايا ونشوفوا لي نورم شحال من المفروض يخدم منهم ندخلوه كامل في التفاصيل اللهم بارك إذا قد شبهات أحفاسات أنه دولة الجزائرية جابت سكانير وشاراتوا بأموال بالعملاء الصعبة ودائرة خدامين لزان فارميم ودائرة الطباء ودائرة أموال ضخمة ودائرة كي يقضوا صوالحهم لهم والعائلة انتحهم والمحيط انتحهم أنا نرفضهم كامل بالديركتور بالسيرفايون بالطبيع والمحيط ودائرة والمحيط ودائرة 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 يجب أن يعتبر المواطن الباصر انا نفتح الباب للشكواتة المواطنين اذا كان يداري بسيط من السبيط وقول لهم نضع سكانير ويقول له معطل ويشك خبرك ويأخذ أخبر من الداخل يروح لالبروكيرور يجب تحقيق ثم يبعث امر طويب اذا اضعوا حقيقة بللي هذك السكانير مثلا ورامي يديرو تعقيدات المواطن بسيط يفتح تحقيق العدالة كامل العدالة يفتحوا قانوات لابوليس العدالة ويجب يفتحوا دايما قانوات انو اذا العدالة مجابتلكش حقك في المنطقة تاعك حتى العدالة كين طرق كيفاش يشتكو بها مراهيش منزها ولا لانو حقيقة نحبو لان اكرهو ورثنا عادلة فيها وعليها نعطيكم غير مثال بركبوت فليقة في وقت من الأوقات دار واحد اللجنة ولا دار واحد الهيئة يعني عالية المستوى ومتكوينة من قوضات ومتكوينة من بعض الأشخاص يعني اللي تابعي ليه هو شخصيا واش هي الهدف انتاعوا ولا واش هي الهدف تحال اللجنة باش يسمعوا للشكاوية هالناس والتقارير فيما يخص الفاسد تعالقاضاء وبعد خدموا عام ولا عامين وجابت نتائج يعني هي رائعة وبعد بالمؤامرات كذا يغلقوها ديرانجاتهم دي انو هاد القوضات ولا يعني القاضاء سلك القاضاء في الدول تعلق العالم المتخلف نحاضر ونحبوه لنكره وفيهو عليه كاين بعض اللي متواطئين وعليه هنا يلزم نغلق كل المنافذ والمواطن المواطن لازم يوليك يحبي يشتكي الصوت تاعه يوصل اهنا يوو راح حقيقا راح نشوفه تغير على كل مستويات ولكن انا باش نبقى ونحاربه في الفاساد بالداخل بالداخلات الشخصية ما تفراج علاش لانو انو انتوالي شخص عقد ذا زا مش حراح تروح من المؤساسة ما تقدرش عندك في الولاية تاعك عقد ذا ما تقدر تدخل في الليل ولا بس احباش تقول انتوالي شخص تروح لكل المؤساسات تاع الولاية تاعك وتدخل ما تقدرش مستحيل نحن راني نشوفه بلادنا ما رانيش في تونس مثلا ولا بعض الدول اللي فيها يعني صغيرة بزاف رانا رانا قارة كان بعض الولي يقدر يمشي 150 كيلو متر وما يخرج من الولاية تاعه وعليه كان امن كان بروتوكولات ما يقدرش في كل بلاس ولا في كل وقت يروح يرفض طنوبيل تاعه واصلا كتروح كتروح هكذا بطريقة فوجائية ما راش تلقى بزاف حاجات ولا تشوف بعض الاهمال ولا لكن المشاكل الكبيرة وتاع الفاساد وهذه العصابات يلزم القاضاء هو يحلهم وعليه يلزم يلزم نفتح المجال للمواطن حاجة الثانية اجهزة الرقابة كل وزارة عندهم اجهزة على رقابة وكان مفتيشين وايضا كان بعض الاجهزة على الرقابة كان يتابعين للشرطة كان يتابعين للدرك كان يتابعين الوزارة المالية لجياف كان يجلس محاسبة كان بزاف اجهزة مراقبة يلزم كامل تفعلهم واللي يكتب تقرير اسود ولا فيه فاساد على اي مؤسسة بلدية ولا مستشفى ولا ولاية ولا اي مؤسسة يلزم يتفتح التحقيق ويستدعى وهذه الناس اذا ما فعلناش هاد الاجهزة على رقابة وكذا ما نروحوش بعيد رح تبقى كما يقولوا اكتشافات فرضية الفاساد رح تكون تضحية ببعض الناس ما رحش يروح الفاساد من كامل الجزائر هذه هي الفكرة اللي حبيت نوصل لها واللي نستنتجها من بعض الفيديوهات ولا من بعض التدخلات اللي رح نشوفها داع الولاد حقيقة كان اللي رح يكشفه في فاساد وهما عندهم ميصاج هما هذا الميصاج اللي يحب يوصلوه للمسؤولين باللي رانا فتيرة وتبدلت العقلية وجزائر جديدة وكذا ولكن انا نشوف باللي الذهنية الجزائرية وكان بعض المسؤولين في الجزائر خاصة على المستوى المحلي واللي بعاد على العاصمة وخاصة على الجنوب كي تحط مودير ويبقى في عشرة سنين خمسة عشر سنة عبودة يحسها رزقه ويحسها انتاعه ويحسها افونتاج له حتى الخدمين البوساطة للأسف الشديد في بلادنا ويخدم بعض الطريقة واحد يخدم خمس سنين ولا عشر سنين في مؤسسة يبدأ يحس بلي عنده افونتاج كبير فيها على الناس واحد اخرين هي من المفروض راك تخدم ومقابل هذه الخدمة رامع عندك الاجر انتاعك واذا كاجليز افونتاج واحد اخرين تطلبهم يطوها لك بالقانون حنا لا لا حنا يا فرملي يخدم هو يخلص وعادي جدا كما الناس واحد اخرين تخلص بصحي اعتقد بلي لازم سكانر ليه ويزم بعض الدواء ولا ليه واذا كانت حاجة مفقودة كاش دواء ولا هو عنده الحقيقة يديها العين انتاعه وفي التوظيف يجب يوليده ولا اخوه ولا اخته ويبقى الدور بيناتهم يعني كشغل كشغل ورث مش موظف وعلى يخبتي مع الاخر اقول لكم هذي ونختمو بها انا راني انتبع هذي التدخلات بعض الولاد تكتشف الحجم ارهاب الادارة في الجزائر حقيقة الناس كاري نصرام يديروا عراقيل ومشي لانه ورام حابين يديروا عراقيل ولا مثلا عصابة ولا لا لا لكن مغلوقين هذا هي التعليم تاع الجزائري يعني موروث اقديم كانت عندنا اشتراكية الاشتراكية كانت من مبادئ انتحى انه الملكية العامة الشعب ولي ملك وبكري الاشتراكية اذا راكم موزين متحسوش باللي راكم مخدامين عند واحد ولا لا ولا خدامين عند الدولة كانت الدولة تقول لك انتو ما راكم مخدامين فيها عفوا انتو ما هذي ملك انتحكم كان بعض الناس كانوا يخدموا في صناك وملك يجي خارج يدي معها البياسي بيع يدي معها مفتاح يدي معها رودة يدي معها حاجة ويعاودي بها محتقد باللي ينتاعوا وباللي يملكوا عادي جدا وكولينا شعب الجزائري المسؤولين مازلوا يمشوا تقريبا بنفس الذهنية يخدم شوية في مؤسسة يبدوا يحسها وباللي يملكوا وباللي يخرجوا شي يحب ويدخلو شي يحب باش نحو هذا العقلية يلزم العقوبة يلزم الرقابة يلزم التكوين يلزم التوعية ويلزم المسؤولين هما أيضا يخرجوا مطابع الاشتراكي لأنه قلنا ونعودوها وشرحتها مقبل للأسف شديد 95% المسؤولين تعنا خاصة اللي كان اللي كبار في السن ومش يغالي كبار ولكن خاصة عندهم فكر اشتراكي لأن الصغار نوعا ما حقيقة كامل جزائريين لأنه فكر اشتراكي ولكن ما سيرناش يعني قابل نوعا ما للتغير مارسوها علينا وقريناه وشفناه وعشناه يعني لو كان واحد يجي يعلمك شوية مبادئة على الرأسمالية ولا مثلا متحرر شوية ولا تخرج ولا تشوف تسير في العالم ولا تكون عندك مستوى علمي تقدر تتحرر منه ولكن واحد يكون مسؤول عنده سنواته هو يسير بالطريقة الاشتراكية ولا ربما حكم في السبعينات وثمانينات ولا قراءة في هذا الوقت يكون متشبع بمبادئ الاشتراكية كبيرة لدرجة انه ما يقدرش يتحرر منها خاصة انه انه الجزائر دائما تدعو يعني الطابع الاجتماعي وكذا احنا هذا الطابع الاجتماعي خلانا مربوطين بهذا التسير الاشتراكي وهذه يلزم السلطة الجزائرية تعرف بلي هذا هو المكمن المشكلة على الجزائر حقيقة نشوف بلي هذا هو المشكلة على الجزائر كين تخلوا عليه ولكن تخلصوا منه راح تشوفوا حقيقة ان الجزائر يعني تحقق تنمية هذا هو الفيديو خوتيت اليوم ان شاء الله تكونوا وصلت الفكرة ومع الاخر كلا حداش تركوا في القناة فعلوا الجارس باش يصلكم جديد اشتركوا في القناة